كلمتي قلتها دي أو كلمتي عنها تنطبق على كل الأعمار أنا عايز أعرف منك بصفة خاصة الناس اللي عدت الأربعين هل احتياجها بيختلف عن احتياجات الناس اللي أقل في السن أكيد الشباب يعني هو الأربعين شباب يعني برضو لسه صغير بس أكيد التلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر لا ما بيحتاجوش زي العد الأربعين العد الأربعين محتاج زنك جدا مثلا زنك المناعته وهل الخمسين بيحتاج زنك أكتر والستين كما يعني كل ما العمر بيكبر أو يزيد كل ما احتياجنا للمواد دي بيزيد لا أنا بحب الحاجة بتبقى محتاج الجسم بالقدر الكافي هم شوية الكبار مثلا فوق الخمسين والستين الدورة دموية بتاعتهم مش قوي مثلا المعدة الكفاءة وفي أمور تمانية دي علاقة بالزاكرة الزاكرة طبعا طبعا كل الحاجات دي نقدر ندعمها لأن انت كل ما بيكبر بيحصل مشاكل في الزاكرة طبعا والنسيان والحاجات دي يجب ندعم جدا بفيتامين إي فيتامين إي مهم جدا لصحة الأوعية الدموية وأنه يعمل على عدم تأكسد الدهون الضرة اللي من كلها فالدهون الضرة لو ما خدتش حاجة أنت أكسد نتعود الدهون الضرة هتتأكسد وتترصب وتعملي الكوليسترول وقصة احنا منحاول نحن ندعم ده ونحاول نأخذ مضادات أكسدة مهم الناس كبيرة طول الوقت تأخذ مضادات أكسدة عشان تمنع التعب التأكسودي فهيبقى مهم جدا أنهم يدعمون لهم الزاكرة بتاعتهم أكيد أكيد وبرضو يتحط على الشاشة دلوقت يا كريم الزنك وقلت كل عقلة فيتامين بي بلاس الكالسيوم فيتامين إي فيتامين سي الكبر النحاس طبعا مهم جدا جدا نحاس للمناعة والشعر عايز أقولك لو أي رجل كمان بيهتم بمظهره الخارجي مهم جدا ليه قلب مولتي فيت لأنه بيدي نضالة للبشرة بيقوي بصيلات الشعر يعني عشان شعره ينأخر جدا تساقطه بيقدر الفيتامينز الموجودة داخل قلب مولتي فيت تدعم جدا الأوعية الدموية اللي بتوصل الغذاء لبصيلة الشعر فشعره هيبقى أحسن مظهره هيبقى أحسن المود بتاعه هيبقى أحسن لأن نقص الفيتامينات أحيانا بيبقى لها أسباب بيحصل تقلبات مزاجية أنا معنديش مرض بنا عملت كذا كذا بس أنا ساعات بحسني مبسوط ساعات بحسني مش مبسوط قلة النوم يعني أول ما بيحصل نقص في فيتامين بي بتلاقي أن فيه آرق في النوم النوم مش نوم عميق فعايزين نسترخي في النوم طبعا ناخد قلب مولتي فيت وليزم أقول أنه سعره حلو عشان يقوله إيه يا دكتورة دينا سعر إيه الأخبار سعره حلو جدا جدا متناول الجميع بجد سعره العبوة بتكفي شهر الكابسولة سعرها لا تسكر الحقيقة وبكابسولة واحدة بيديك كل الفيتامينات والمعادن المهمة جدا لصحة الراجل الزنك مهم لخصوبة الرجال طبعا الزنك وفيتامين إي مهم جدا لخصوبة الرجال والاتنين موجودين طبعا في ألف مرتبين بيعزز الخصوبة لكن لو أكيد عنده مشاكل أكيد لغين عند كترة الزكورة لكن نقدر ندعم برضو الخصوبة بالزنك والفيتامين